تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 81 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 42 طن مواد غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 9 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 425 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغات قرابة 79 طن أقمح محلية